يقامر الاحتلال الإسرائيلي بحياة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في محاولة يائسة للتخلص من عبء ملفهم يقول المتحدث العسكري للقسام أبو عبيدة أبو عبيدة قال إن الاحتلال الإسرائيلي آثر أعدام عدد من المحتجزين لدى المقاومة على تحريرهم وذلك عقب اعترافه بقتل ثلاثة منهم عن طريق الخطأ كانوا يحملون رايات بيضاء وفقم هذا التقرير من المخاوف القائمة لدى أهالي المحتجزين بشأن تراخل حكومة الإسرائيلية في احترام حياة ذويهم كما صلتت هذه العملية الضوءة على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في غزة بالإضافة لأكثر من مئة أسير إسرائيلي ما زالوا على قيد الحياة داخل القطاع وتقول الأمم المتحدة إن هذه الانتهاكات تثير أيضا تساؤلات بشأن سلوك القوات البرية الإسرائيلية في القطاع المقتض بالسكان والذي لا يوجد به مكان آمن للفرار وفي حين يقول جيش الاحتلال إن الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي خرق قواعد الاشتباك التي يتبعها الجيش الإسرائيلي رفض في الوقت ذاته الإجابة عن أسئلة بشأن هذه القواعد بينما يقول المنتقدون إن ما حصل يتناسب مع نمط القوة المفرطة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لسنوات سواء في الضفة الغربية المحتلة أو في غزة بل ذهب الرقيب السابق في الجيش الإسرائيلي ومدير منظمة كسر الصمت إلى القول إن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون تأتي من القواعد نفسها لا من انتهاك القوات الإسرائيلية للتعليمات وعلى الشارع الإسرائيلي انعكس خبر مقتل الرهائن الثلاث بمزيد من الخوف والغضب تجاه الحكومة الإسرائيلية واتهم أهالي المحتجزين الحكومة بإعطاء الأولوية للحرب على تحرير الرهائن بما يعرضهم لخطر الموت هذه المخاوف عززها مقطع فيديو نشرته كتائب القسام يحذر من نفاذ الوقت أمام استرجاع الاحتلال للمحتجزين أحياء وتضمن المقطع إفادة إسرائيلية كانت محتجزة في القطاع قبل مقتلها وهي تعبر عن مخاوفها من الموت نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على غزة ورغم الغضب العالمي المتزايد بسبب أعداد الشهداء في القطاع لم يعطي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان الذي زار إسرائيل خلال هذا الأسبوع أي إشارة إلى أن إدارة بايدن مستعدة لممارسة ضغوط جديدة على نتنياهو أو حكومته بل أكد دعم واشنطن لإسرائيل واتفاقه مع المسؤولين فيها على استمرار الحرب لأشهر سناء المهداوي ديراتي عربي